وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحبد الله ورعايته اليوم إلى أبو طبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في زيارة رسمية يلتقي خلالها بأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو طبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات هذا ويرافق سموه عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين حيث يجري سموه مباحثات تتناول العلاقات الأخوية الرسخة بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات المشتركة وقد كان في استقبال سموه لدى وصوله مطار أبو طبي الدولي أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو طبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعدد من أصحاب السمو السعادة وكبار المسؤولين وقد أدل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدى وصوله بالتصريح التالي يسر نوان أصل إلى بلد الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في زيارة رسمية ضمن لقاءات الأخوة التي تجسد الترابط الراسخ وعمق العلاقات بين بلدين أن أشيد بما وصل إليه التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين من مستويات متقدمة من التكامل والتنسيق بفضل رعاية ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن يسى الخليفة عهل البلاد المفدة وأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس زولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إني سعيد بهذه الزيارة للالتقاء بأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان وليعهد أبو طبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من أجل تعزيز التشاور والتنسيق والعمل على الدفع قدما بالتعاون الثنائي لمواصلة تعزيز أفاق التكامل ذات الأبعاد الاستراتيجية بين بلدين والوصول بها للمستويات التي تحقق الرؤى المشتركة للبلدين الشقيقين وأجدها مناسبة طيبة أن أشيد بما حققه البلد الشقيق في ظل قيادته الحكيمة من إنجازات ونهضة تنموية تجاوز صداها المحيط الإقليمي إلى العالمية سائلا الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ويديم عليها وعلى شعبها الشقيق نعمة الأمن والأمان ومواصلة التطور والازدهار تحت قيادتها الحكيمة شكرا